السائلة أم عبد العزيز من المدينة المنورة تقول أبنائي يسهرون في الليل ثم ينامون قبل الفجر بقليل وعندما أوقظهم لصلاة الفجر لا يستطيعون القيام أحيانا كثيرة فأستمر في إيقاظهم حتى أتعب وأمل فأرجو أن توضحوا المدة المحددة لي لإيقاظهم هل تكون حتى الإقامة أم إلى انتهاء الصلاة أم إلى أي وقت لا بد من إيقاظهم للصلاة ولا يتركون ينامون ويتركون صلاة الفجر ولا بد من إيقاظهم مع تحمل المشقة والصبر في ذلك بما في ذلك من الأجر على أنه لا يجوز السهر الذي يكسل عن صلاة الفجر ويثقل عن صلاة الفجر فلينام الإنسان من الليل قدر ما يأخذ راحته لأجل أن يقوم لصلاة الفجر ويحسب لذلك حسابه إن صلاة الفجر فريضة على كل مسلم ومسلمة فيحسب لذلك حسابه ويبكر بالنوم من أجل أن يقوم لصلاة الفجر بنشاط وعلى كل حال الواجب الصبر والإيقاظ حتى يصلوا